موسيقى اهلا بكم في النشرة الرياضية حقق حمل اللقب نادي الاهل فوزا مراثونيا في ختام القسم الاول لدور كرة الطائرة وذلك بالتغلبه على المحرق بثلاثة اشواط مقابل شوطين ليحافظ على موقعه في صدارة الترتيب بسبع عشرة نقطة فيما اصبح رصيد المحرق خمس عشرة نقطة ليتراجع للمركز الثالث وفي كرة القدم قد المهاجم المتألق عبدالله جناحي فريقه الرفاع الشرقي للفوزي على المنام بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي اقيم بينهما في ختام الجولة العاشرة لدور الدرجة الاولى المنام تقدم اولا عبر علي نوروز في الدقيقة التاسعة عشرة من الشوط الاول واجأ الرد الشرقوي بعدها بعشر دقائق عبر فيصل ابودهوم بهدف صنعه جناحي الذي عاد وسجل هدف الانتصار قبل نهاية المباراة بثماني دقائق فوز وضع الرفاع الشرقي في المركز الخامس بثسع عشرة نقطة لما بقي المنام ثالثا بعشرين نقطة وفي القاهرة اصدر مجلس الوزراء المصري قرارا رسميا بتأجيل مباريات الدورية المصرية لكرة القدم لأجل غير مسمى بعد احداث الشغبة التي دارت قبل لقاء الزمالك وانبي بالجولة العشرين من المسابقة وذلك بسبب وفاة عدد من مشجعي رابطة لتراهس وايت نايت المنتمية لنادي الزمالك وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد اصدر بيانا رسميا اعلن خلاله تجميل قراره بعودة الجماهير للملاعب من جديد وفي القارة السمراء حقق منتخب ساحل العاج لقب كأس الامم الافريقية لكرة القدم بعد تغلبه على نظيره الغاني بركلات الجزاء الترجيحية بتسع ركلات مقابل ثمان بعد ان فرض التعادل السلبي كلمته على الوقتين الاصلي والاضافي الذي امتد اربعة اشواط ليحقق اللقب بعد غياب استمر ثلاثة وعشرين عاما وبعد نهاية اللقاء خرج جماهير الساحل العاج الى العاصمة ابي جهن للاحتفال بفوز منتخب بلادهم بكأس بطولة امم افريقيا لكرة القدم يشار الى ان ساحل العاج كانت قد فازت بلقبها الاول قبل ثلاث وعشرين سنة وعلى حساب غانا ايضا بركلات الترجيح تتويج منتخب الفيلة منحه اللقب الثاني في البطولة بعد عام اثنين وتسعين وفي اسبانيا قاد النجم الارجنتيني لينيل ميسي فريقه بارشلون بتحقيق فوز كبير خارج ملعبه امام اتلاتيك بلباو بخمسة اهداف مقابل هدفين بافتتاحه اول الاهداف وبصناعة ثلاثة اخرى وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدورية الاسبانية لكرة القدم ليشدد الخناق على المتصد الريال مدريد ويجعل الفارق بينهما نقطة واحدة وفي امريكا انهى المنتخب الامريكي لكرة القدم نتائجه السلبية والتي امتدت لخمس مباريات متتالية بفوزه وديا على ضيفه البنمي بهدفين دون رد واستهل منتخب بنمى المواجهة باهداء حارس مرماه جيمي بناديو قميصا تذكاريا للعبه المواجهة رقم 100 مع المنتخب ثم شهدت المدرجات دقيقة صمت على الحارس الراحل رانك بورغي الذي حرس مرماه امريكا خلال كأس العالم عام 1950 مايكل برادلي افتتح التهديف من ركلة ركنية كما اضاف كلين ديمسي الهدف الثاني بعدها بعشر دقائق والى منافسات الاعمال قافز فريق منفيس جرانسليز على ضيفه فريق اتلانتا هوكس بـ 94 نقطة مقابل 88 وذلك ضمن منافسات دور الرابطة الامريكية لمحترفي كرة السلة نجم الضيوب في الامسية كان جيف تايك بتزييره 21 نقطة في المواجهة بينما كان مايك رونلي الافضل من جانب اصحاب الارض ليقود فريقه لتحقيق انتصار جديد على ارضه وبين جماهيره اشتركوا في القناة